بس حتى على أمل إنه احتمال يرجع المباراة النهائية يا سيدي خلاص ما ترجعش المباراة النهائية بس تقعد بقلبك وروحك مع المنتخب مع زميلك تقف جنبهم دعم مع نوي مهم ما تسيبهمش يا سيدي ما تسيبهمش ففي كل الأحوال هو موقف مغزي موقف مغزي للأمالة الشديدة طيب تيجي تكرن بعض المواقف حضرتك يا كابتن محمد صلاح تيجي نكارن بعض المواقف طيب في 2017 مروان محسن كان ساعتها صفقة النادي الأهلي الجديدة على ما أتذكر كانت البطولة في شهر يناير برضو على ما أتذكر في الجابون تعرض مروان محسن في تاني مباراة تقريبا لأطعف الرباط الصليبي دي جراحة ده تدخل جراحة صليبي يا جماعة مفهاش محتاج وقت راحة ويرجع وكلام من ده ولا تدريبات لا لا ده صليبي ده مش شد عمل ليس صلاح محسن رجع على القاهرة عشان يعمل الجراحة ما عملش ما يرجعش كمل لآخر مطر للمنتخب لما وصلنا النهائي مع الكاميرا واخسرنا للأسف اتنين واحد طيب ما ده موقف رجولي رغم إن مروان محسن ما كانش كابتن منتخب لكن مع ذلك أصر على الاستمرار مع زميله يسندهم يدعمهم هو في نفس الرحلة هو في نفس المعركة حتى لو مش حيلعب صح ولا لا طيب تيجي يا كابتن صلاح وبرضو كل الناس اللي ممكن تحاول تقارن بعض المواقف ما تيجي نفتكر كده البطولة النسخة الماضية الكابتن محمد الشناوي اتصاب وحط في اعتبارك إن الأهلي كان رايح يمثل مصر خلي بالك والله الموضوع لا ليه علاقة أصل أهلي ألما أقول لك ياهلي عمتن الأهلي كان رايح يمثل مصر في كاس العلم الأندية وكان الأهلي طبيعي واللاعب كان ممكن من نفس الطبيعي يقول لك طيب أنا هروح أجهز بقى مع الأهلي عشان ألحق كاس العلم الأندية عمل الشناوي رغم الإصابة ملحقش الشناوي كان مجدد للكامل أبو جبل ونصبح يشارك في بعض دقائق لما يبقى جبل تصاب كامل الشناوي مع منتخب مصر لنهاية البطولة رغم أنه عنده تحدي عالمي مع النادي الأهلي في كاس العلم الأندية ساعة الفترة اللي يبتعد ليس كل ما يعرف يقول لو تفتكره واخد بالك لكن مع ذلك محمد الشناوي كمل لآخر مباراة وإحنا وصلنا لآخر مباراة وبرضه للأسف لم نوفق أمام سنغال لم نوفق أمام سنغال وخلي بالك أنا مش بقول لك أن محمد الشناوي كده من على منتخب الوطني لا ده واجبه ده واجب أي حد أن يقف جنب منتخبه صح أو لا طيب ده في أمثلة تانية أنا بكلمك من الذاكرة تعال بقى أقول لك أهم وأبرز مثال للأسف الشديد بيحصل في نفس توقيت قرار صفر محمد صلاح الخارج لليفر بول النهاردة الرجل نصير مزراوي الباكليفت بتاع المنتخب المغربي وباير ميونيخ الألماني باير ميونيخ الألماني بيتعرض لإصابة والنهاردة ده في تقرير صحفية أعتقد يا جماعة لو كده تعرضوها لنا يعني ده ده مش تقرير ده أخبار مؤكدة معلومات مؤكدة ده حاجة معلنة أقصد يعني نصير مزراوي استدعاه نادي باير ميونيخ قال له بعد إذنك تعال بقى عشان إيه نشوف قصة الإصابة دي يعطي أخذ وقتة دي أهو خد التصريحات عندك إيه وليد الرقراقي اللي هو مدير فاني منتخ المغربي ضم نصير مزراوي لعب باير ميونيخ رغم إصابته بمزق أو بتبزق في العضلة الخلفية باير ميونيخ طلب عودة المغربي نصير مزراوي إلى ألمانيا اشتركوا في القناة